مرحبا أهلا وسهلا فيكم أنا أسما ورجعت لكم في فيديو جديد بعد غياب طويل بغيت نشارككم اليوم بفكرة لزينة رمضانية رائعة سهلة وسريعة بس قبل ذلك ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإندارات يلا نبدأ لهذا المشروع سنحتاج إلى باترن هلال، قماش، سفل الحشو، شريط مشارشف، مصد صغراء، حبات من اللؤلؤ ومقص نتبت الباترن على قماش بواسطة دبابيس ثم نقوم بالقص مع ترك مسافة 1 سنتيمتر بين الباترن وحفة المقص هذا هو الشكل بعد التقطيع نخيط جوانب الهلال مع ترك مسافة 5 مليمتر حتى وقت نقلب القماش على الجهة الثانية ما يتفتحش معنا ولازم نترك فتحة مقاص 4 سنتيمتر لحشو الهلال بالنسبة للمبتدئات في الخياطة ممكن القماش لأن استعملتها ما يساعده قمش لذلك من الأحسن أنه تختاره قماش سهل كالقطن مثل كتن أو كنفا بعد الانتهاء من الخياطة ممكن أن نقص الزوائد من القماش أو مثل ما هو موضع في الفيديو لأنه صراحة القماش اللي اخترته سعب جدا لعمل به وإذا قصيت قريب ممكن أن الخياطة تفتح نقلب القماش على الجهة الثانية في هذه الحالة ممكن الاستعانة بالتشوبستيكس أو أعوات خشبية أو حتى قلم عملية الحشو جدا سهلة ومثل ما هي موضحة في الفيديو ما تحتاج شرح بزاف يمكنكم هنا الاستعانة بالتشوبستيك لتوزيع الحشو بشكل متساوين بعد ما نتحصل على الهلال لازم نغلق الفتحة التي سبق وتركناها هنا ممكن استعمال إبرة وخيط أو غراء ساخن أنا صراحة اخترت الغراء الساخن لأنه استعملت الإبرة والخيط من قبل ولكن خربت شكل الهلال للأسف للتزيين نحتاج لإبرة خيط لؤلق وتاصل نتنبت اللؤلق على التاصل أو ما تعرف بالشرابة أنا صليم أنا عمش كيف يسموها ثم نخيطهم على طرف الهلال ملاحظة صغيرة التاصل ممكن تجدوها جاهزة في محلات الخياطة لكن أنا صنعتها من الشريط المشرشف اللي سبق وردوكم أيضا ممكن تتبيتها بالغراء الساخن هنا قررت أقص الشرابة لأنه كانت طويلة بزاف وكل وحده ضغطة فيمكنكم الاستغناء عن هذه الخطوة ايو ولا كان هذا فيديو اليوم أتمنى الفكرة تكون عجبتكم وإذا جربتوها لا تنسوا تبعتولي الصور على الإنستغرام ولا تنسوا اللايك شير والسبسكرايب أشوفكم في الفيديو الجاي سلام